اخيرا يعني خلاص بنقول ان ده اخر ماتش بيتلاعب او اخر ماتشات بيتلاعب احنا بنتكلم النهاردة كان فيه ماتشين بالنسبة ليه اليوم الحقيقة او تلت ماتشات بنتكلم فاركو امبي والاهلي ومودن سبورت وبلدية المحلة والزمالك دول التلت ماتشات بتاوليوم التاني لاخر اسبوع فيه الدور المنتاز للموسم ده يعني حقيقة كنا ننتظر ان الموسم ده ينتهي من زمان بحلو ومرو واخيرا احنا هنشوف بعدس طبعا عندنا ماتشات بداية بكرة ان شاء الله من المقولين وجونا الدخلية وببنك الاهلي والاتحاد والمصري وزيد وسيراميكا طيب ماتشات النهاردة دي الماتشات بتاعت بكرة وكلا نقول ايه يا جماعة سلام عليكم شكرين جدا السنة ونفكر بقى ايه اللي هيحصل الموسم اللي جاي النهايات مهم اكيد بس مع الفرق الكبيرة اللي بقى بتفكر بشكل مختلف يعني النهاردة الاهلي الحقيقة بيخسر من مودرن سبورت اتنين واحد ودي تالت خسارة من في الدور الممتاز تالت خسارة الحقيقة وإحنا بتتكلم خسارة من البنك الاهلي ثم خسارة من نالة الزمالك واخسار النهاردة من مودرن سبورت في ظل ان النادي الاهلي بنتكلم ان هو يعتمد على مجموعة من الشباب الزغيرة في اخر مباراته وقيادة الكابتن سامي قمصان وبالتالي الهدف مش المكسب في المباراة الهدف انك بتشوف اللعيبة اللي عندك وتسويقهم في الفترة القادمة بنتكلم على اللعيبة الزغيرة وان بعض اللعبين الكبار عايزين برضو يبقوا موجودين عشان ما لعبوش كتير في الايام اللي فاتت او في المباراة اللي فاتت فبيلعبوا في التوقيت الحالي ففكرة المكسب والخسارة ممكن ما تبقاش موجود اكتر من انت بتشوف اللعيبة بتاعتك الزغيرة قطع ناشئين عامل ازاي افرز ايه هل ممكن منهم لعيبة يتم تسويقها واعرطها في الفترة القادمة والاستفادة المالية بالنسبة ليه الفرق ده حصل على فكرة مش للاهلي فقط ايضا النادي الزمانيك بيعمل كده لكن الكم الاكبر واضح ان هو موجود النهاردة بقى في مباراة الاهلي النهاردة مباراة الاهلي كان في مجموعة كبيرة جدا جدا من اللعبين صغير السن متعامة طبعا بالعيبين كبار يعني لو قلنا تشكيل النادي الاهلي دلوقتي النهاردة كان مصفى مخلوف حقيقة موجود حقيقة عجبني بغض النظر هناك بعض الامور اللي ما فيهاش خبرات شوية مع الخبرات واللعب حرس مرمى هايل ليه مستقبل هايل امكانياته طريقته اسلوبه وجوده في المرمى وطوله كمان حاجة كده محترمة قدام مع الوقت هيفرق كتير جدا في الكرة وحرص المرمى مع الخبرات طيب عمر كمال عبدالواحد هو خير عبدالفتاح كان متواجد معهم اتنين لعيبة صغيرين في خط الظهر اسلام عبدالله واحمد عبدالله دول اتنين الموجودين عندك في نص ملعب احمد بيومة عيمة ومصطفى ابو الخير اتنين نص ملعب برضو لعيبة صغيرة يوسف جمال ويوسف سيد عبدالحفيز ومحمد عبدالله هذه مجموعة كمان من اللاعبين صغير السن كهرباء هو اللي بيقود بقى الهجوم والاكبر والكابتن بالنسبة لفريق النادي الالي يعني كم لعيب بنتكلم في ثلاث لعبين كبار والباقي بالنسبة للفريق كلهم شباب صغيرة شباب يعني بنحاول نبص عليهم ونقول ايه هما في المستقبل او بنتوقع ايه هما في المستقبل من خلال اداءهم النهاردة بغض النظر عن الهزيمة بغض النظر عن ايه الهدف من المباراة النهاردة بالنسبة لنادي الالي وانا قلت لكم الهدف الاول والاخير هو انك بتشوف اللعيبة دي افراس قطاع النشئين عامل ازاي الامكانيات اللعيبة هل ممكن الناس منهم يبقوا موجودين في الفريق الاول هل ممكن الناس منهم يروحوا لأعارض ثم يعودوا مرة اخرى ده الهدف الاول والاخير بالنسبة ليه مباراة النهاردة بالنسبة لنادي الالي عندك ايضا نادي زمالك النهاردة برضو مجموعة كبيرة من النشئين متش خرص هيق فوز لنادي الزمال تعادل اتنين اتنين بالنسبة ليه الزمالك هو بلدية المحلة الحقيقة يعني شكبالة جاب جول حلو قوي جول التاني شفت هنا ناصر منسي برضو استغل خطأ لدفاع بلدية المحلة بيحرز الهدف التاني ثم طبعا حمزة مجدي في نهاية اللقاء بيحرز هدف التعادل بالنسبة ليه بلدية المحلة برضو زمالك كلا تشكيلة بالنسبة ليه نادي الزمالك مجموعة من اللعبين النشئين بداية من حارس المرمى الشناوي محمود الشناوي محمد ابراهيم أحمد مجدي معاهم الزناري ومحمد عاطف نص الملعب محمد السيد محمد أشرف روقة مهابي ياسر شيكبالة سيد نمار وناصر منسي هنا الفرق في نادي الزمالك أن اللعبين اللي أنت أو ما كانوش بيلعبوا وعايز تشوفهم يعني يبقوا موجودين في ملعب كانوا أكتر من اللعبين الصغيرين عكس النادي الآلي النادي الآلي اللعيبة الصغيرة كانوا أكتر من اللعيبة الكبار والمقايدين في القيمة أصلا ولكن يعني الأمور بالنسبة أن أنت عايز تشوفهم أو ما لعبوش كتير ده بالنسبة للاتنين المديرين الفنين يعني فبالتالي برضو النادي الزمالك النهاردة كان بيحاول يشوف اكبر عدد بين اللعبين ليس فقط صغار السنة لكن برضو اللعبين ممكن ممكن بيكونوش بيلعبوا في المباراة السابقة انتهت مباراة الاهلي والزمالك في الدوري والنهاية حصول النادي الاهلي على البطولة رقم 44 في تاريخه في الدوري الممتاز نادي الزمالك بينهي بهذا التعادل ووجوده في المربع الزهبي هي دي كرة القدم المنافسة بالنسبة ليه كرة القدم بتقول ان الخبرات والاستقرار وامور كتيرة خاصة ومودي موجودة فيه النادي الاهلي حقيقة اللاز بتؤهله انه هو يبقى الاقوى بتؤهله انه هو ياخد الدوري الممتاز وجود نادي الزمالك السنة دي حقيقة في موسم استثنائي على الجميع ولكن استثنائي ايضا على نادي الزمالك في فكرة المشاكل والقيد ووقف القيد ثم الرجوع مرة اخرى وانك بتاخد كون فدرالية في وقت صعب جدا ده مكسب كبير جدا لنادي الزمالك وان كان بتخش بقى المربع الزهبي في نهاية الدور الممتاز ده برضو شيء يحصل بالحقيقة لنادي الزمالك هناك طبعا بعض الامور بقى في الايام القادمة بالنسبة لجميع الفرق منك بقى هتجيب مين هتعير مين هتسيب مين كل ده هنسمع عنه الايام القادمة بالنسبة للفرق كلها حقيقة النهاردة واحنا بنتكلم على الاخبار الخاصة بينا في البريمو قبل ما نروح لاي شيء من الاخبار متعة كرة القدم بتعودتين متعة كرة القدم في الدوريات العالمية هو الدورة الانجليزي رقم واحد للكل الحقيقة ليه يوليك والجارك والحبيبك واللي بيحب كرة القدم الدورة الانجليزي النهاردة بنشوف النجم الكبير محمد صلاح صاحب بدايات الجميلة مع فريقه ليفر بول بيحرز هدف ويأسست الهدف تاني هي النهاردة بيفوز ليفر بول على إبسويتش تاون هي اتنين صفر ونجمينا الكبير بيحرز هدف وبيعمل هدف او بيأسست الهدف اخر تعالى بقى ايه على لقطة احتفال صلاح النهاردة السوشيال ميديا كلها شايف يعني جايبين صلاح واحتفاله وهي علامة موجودة موجودة على تشيرت نادي الزمالي فالتفسير ان صلاح بحي نادي يعني برضو بحي نادي الزمالي كل التأدير وهيحترم طبعا نادي الزمالي بس اعتقد ان صلاح ما بيلعبش مطشاطه مع ليفر بول وتفكيره في نادي اخر او في شخص اخر او او الراجل بيحتفل احتفال عادي ممكن يكون ليه مسمى عنده او هدف عنده غير التفسيرات اللي حصلت من الجميع سواء بقى اهلوية او زمالكوية او ايا كان بقى نوعية التشجيع عنك هو الراجل بيحتفل بشكل معين وكلنا متأكدين وانا عارف اللي بيقول ان ده بيعني برسالة النادي الزمالي واللي بيقول مش رسالة النادي الزمالي وكلهم عارفين ان ده احتفالية الصراح ممكن تكون مختلفة لكن ماشي خلينا نقول كل واحد يقول اللي على مزاجه واللي يحبه في الاخر الراجل ده صورته هتقول لنا يا جماعة صورته ابو صلاح ده دماغه بعيدة خالص بيفكر في حتة تانية خالص لكن ماشي نحب ننبسط ونقول ان يعني احنا بنحب النادي الزمالي فلا بيقول الصلاح بيقول لنا ايه انه عالجانب الاخر لا الاهلوية لا صلاح عمر ما هيقول كده لكن الراجل عنده احتفالية ومسمى لهذه الاحتفالية وهدف او ايا كان اللي عنده صلاح في دماغه فرحته به الهدف ده خصوصا ان الراجل يعني صاحب بدايات دائمة جميلة مع فريقه اكتر لاعب في البريمون ليج بيحرز اهداف في الافتتاحيات بتاعت فريقه كان الان شيرر هو اكتر اللعبين يعني بيحرز اهداف في البدايات او بداية لقاءاته مع فريقه ولكن صلاح كان تساوى معاه وتفوق صلاح في التوقيت الحالي عنه بهدف في بداياته مع فريقه بالتسجيل شيء جميل ورائع يا جماعة ماشا يعني فيه الناس تقول لك يا عم انت بقى اعطل ارقام كل شوية ان صلاح يعني بتجيبوا حاجات كده عشان تساعد صلاح احنا لازم نصيات ابننا ومشي احنا كمان البن نصيات ده هما كمان بيحسبوها دلوقتي الارقام بقت بتكلم عن كل حاجة الحقيقة فيه كرة القدم ارقام دي جايبينها من عندهم هناك في الدورة الانجليزي نجيبها من عندهم فيه البريم الليج والاخبار الخاصة بيهم ان صلاح تفوق على اعلان شير شيء جميل وبالتالي يعني الامور الخاصة به صلاح دايما مشرفنا وبداية جميلة لي وبداية ان شاء الله تبقى رائعة لي مع مدربه الجديد والمدير الفني الجديد بالنسبة لليفربول ده برضو سخة كبيرة جدا بالنسبة لي صلاح مع مدربه الجديد الف مبروك لصلاح والحقيقة النهاردة دور انجليزي او ابتدينا من مبارح بنتكلم منشستر يونيتد مع فولهم وفوز منشستر يونيتد واحد صف على فولهم النهاردة ابس فيتش تون مع ليفربول وفوز ليفربول اثنين صف ثم نيوكاسل وثاث هامتون فوز نيوكاسل واحد صف ارسنل بيفوز على ويفرهامتون اثنين صف ثم برايتون بيفوز على ايفرتون ثلاثة صف ونوتينجهام فورست بيتعادل مع بورموث واحد واحد واستون فيلا بيفوز على واستهام اثنين واحد دور انجليزي بيعود مرة اخرى لينا ومتعة كرة القدم الحقيقية الحقيقة موجودة من خلال هذا الدوري